اصرتي نقطة حقيقي بجد وكلام مهمة جدا لانه هقولك وقليلي انا صح ولا غلط في بداية العلاقات مثلا بنلاقي ناس كتير العلاقات والقوى المتوازنة يعني انت بتدي وهو بيدي تمام بعدين المرأة بطبعها والبنوطة بطبعها وخصوصا لما تكون زيك حنونة ومتربية بحنية وكذا فتبتدي بتلقائية بتدي اكتر يبتدي الطرف التاني يستقبل ويقل عطاقه بالظبط وهي يتزود هو يقل عطاقه فنوصل لنقطة انه هو بقى بياخد بس وانتي بتدي كتير ويحصل هنا المشكلة هل فكرتي مرة ودي بتحصل كتير مش معاك بس مع ناس كتير ممكن دي ازمة عند دايما تقولك في الاخر ايه انا اديت وعملت وسويت يترد عليها اقول لها محدش ضربك على ايدك فتنكسر وتتداق هو الموضوع مش ضربة على ايده هو الموضوع تربية انت تربتي على حاجة عطاق انك تدي يعني حتى مع صحابك مش شرط العلاقات اللي هي العطفية لا حتى في الصحاب في الاصدقاء في الزميل انا طبع ايه بدي بس يعني بدي وما بستناش على فكرة مقابل بس في العلاقات اللي هي بين الرجل والست لازم يبقى بينجبونجي يعني مش هنبقى مش كله يعني مش هناخد بس يا جماعة لا ناخد وندي مع بعض كده الحياة تبقى ألطف يعني صح معي كمية بالمية هل ما فكرتي فيها لقيت لها حل لقيت انه لأ لازم الست تتوقف شوية متديش كل حاجة لا يزم الواحد تتوقف والله وانا يعني اكيد فيه مراحل بتعدي عليها بروح لدكاترة نفسيين فانا فيه دكتورة روحت لها فلما عدت اتكلمت معيها قالتلي انت قزمتك اصلا في الحياة كلها مع صحابك ومع في علاقاتك والحاجات دي انك بتدي كتير حاول تحب نفسك اكتر يعني انا دلوقتي ما بقيتش عامل ده يعني اتمرنت كتير ان انا ما عملش ده رغم النق يعني برضو بيحصل غصب عني لاني ده تعود دي تربية فمش هتقدري بس على قد ما بقدر بحاول ان انا ما تديش قوي قوي يعني اللي هو على هادة كده عشان ما تصدمش وانا من الناس يعني اوفر في مشاعرها لما بحب حد بجد بحبه من قلبي فلما بتصدم صدمتي بتبقى قوية وبذعل وانا ما بحبش احزن انا الحزني بيهلكني فانا ما ينفعش احزن انا لازم انبقى مبسوطة كده وبتحك وصايب اقدي وطيعة فليه احزن وليه تحزنوني يا جامعة اقلوكو كويسي بادشار عليكي من الحزن ايه بس ايه اللي يخلي كلنا معراضي النزعل وكلنا حياتنا فيها بس ايه اللي يخليكي اول مرة تفكري انه انا محتاجة اتكلم مع حد او ألجأ لطبيبة نفسية او دكتور نفسي اه لما بتحس ان ان انت يعني كل اللي حواليكي برضو مفيش مساعدة معهم الناس برضو يعني ربنا خلقنا لبعض عشان نساعد بعض صح لما بتحس ان اللي حواليكي اما الصحاب بيعملوا اللي عليهم كده كده والأصدقاء وفيه ناس بتبقى وقفة جنبك بس انت برضو مش حاسة ان هو ده العلاج فبتضطر انك تروحي عشان لمختص بقى يعرف ايه سبب المشكلة وده مش عيب صح مش عيب خالص بالعكس ده بيخليكي متازنة اكتر بتشوفي انه لما حد بيروح لدكتور نفسي بيبقى دايما ان الاساس علاقة عاطفية والله هي اغلب العلاقات هي دي اللي بتودي لدكتور نفسي هي الوحي اللي بتودي المرستان لدكتور نفسي عايدين نقول لهم مش هات حاجات حلوة كده بس هم يعني انت اللي بتقوليه في جز كبير من الحقيقة لا اصدر عنها لان مش عالك دبقا لانه في العلاقات دي عاملة ازمة يعني مفيش علاقة سلكة كده عارفة اه ما بقاش تيها او هما الاثنين وحشين فما فيش توازن مفيش بجد هما الاثنين وحشين تعرفان لو هما الاثنين وحشين يسلكم عمان والله يعني مش عارفة برضو بتقشف يعني هات حصل حاجة ايو مش حاجة تمشي عادي كده لا 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 حسنتي انه فيك الكعف النص لا هيحصل ايه ايه واخد عين انت والله والله يواخد عين اقسم بالله عارفتي من ايه عارفت انا هدى كأنه بدي عارف كل والله يمحسودها بخطي عين وقوي معاتي عارفت انتي تبقى ماشي عيني معاة زي الفل بعدين حد الماء يقول لك بص بتمثل اه وبتحب وهتتجوز تاني هما بيتعاملوا مع يعني الشباب الممثلين انتوا هما عارفة الناس اللي اللي بتبقى لسه راجعة من الخليج ايه ومجايبة تلاجات وغسل اشتركوا في القناة